وباء كورونا انتشر في كل أنحاء العالم وأعظم الدول لم تتمكن من السيطرة عليه رغم كل الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها ومع ذلك بقيت كوريا الشمالية على زعمها بعدم وجود أي إصابات لكن المعلومات التي تتوارد في كل مرة تؤكد عكس هذه المزاعم التي كان آخرها على لسان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في العرض العسكري الشهير في بيونغانغ آخر المعلومات تشير إلى أن كوريا الشمالية توجه لإغلاق حدودها بغية الاحتماء من الوباء وهذا الأمر يوجه ضربة أكبر للتجارة مع الاقتصاد المعزول جراء العقوبات الدولية الاتحاد الكوري للتجارة الدولية قال مؤخرا أن تجارة كوريا الشمالية مع الصين أكبر شريك اقتصادي لها تقلصت بنسبة 73% خلال سبتمبر وهي في طريقها للانخفاض بنسبة 80% طوال العام وقال التقرير أن ذلك سيتجاوز 57% من الانخفاض الذي كان خلال الفترة نفسها من عام 2018 عندما تكثفت العقوبات الدولية لمعاقبة نظام بيونغانغ على اختباراته للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية وتظهر الأرقام أن العقوبات أثرت بشكل أساسي على صادرات كوريا الشمالية إلى الصين لكن وباء كورونا أدى إلى تقليص الواردات بشدة وبنسبة أكبر لكن التقارير الواردة من وسائل الإعلام الحكومية تشير إلى أن البلاد تعاني من أزمة اقتصادية حادة وتحدثت معلومات الأسبوع الماضي أن رفوف المتاجر في بيونغانغ تشهد خفاضا حادا في العديد من المواد الغذائية الأساسية مقارنة بالعام الماضي وكان أصدر كيم جونغ أون تحذيرا نادرا بشأن الاقتصاد في أغسطس الماضي وحينها قال إن بلاده واجهت تحديات غير متوقعة وحتمية وأن تحقيق أهدافه التنموية تأخر بشكل خطير إلى ذلك وفي الجانب السياسي من المقرر أن يعقد البرلمان الكوري الشمالي جلسة له أواخر يناير في بيونغانغ وفق ما نقلت صحيفة جابان تايمز عن وسائل إعلام الرسمية في كوريا الشمالية وتجتمع الهيئة التشريعية في الدولة المنعزلة مرة واحدة أو مرتين في السنة تتم خلالها مناقشة الميزانيات والموافقة عليها كما يتم التطرق إلى قرارات أخرى يراها حزب العمال الحاكم ضرورية وفي العادة تتم مراقبة مثل هذه الاجتماعات بعناية من قبل المراقبين إذ تشهد أحيانا تغييرات في السياسة الاقتصادية أو تعديلا وزاريا لكبار المسؤولين في كوريا الشمالية